وروح لخبر بيهم قطاع كبير من المصريين وهو تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انبارح وإصداره قرار بأن يوم الخميس اللي جاي اللي بيوافق 1 يوليو هيكون أجازة رسمية مدفوعة الأجر وده بمناسبة ذكرى 30 يونيو وده بدى اليوم الأربع الأجازة دي هتكون للعملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالإضافة لشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاصة لكن الامتحانات هتكون شغالة زي ما هي بدون أي أجازة